اشتركوا في القناة وبحسب كلامه بأنه ما زال مستمرا في نفس الخطاب الدولة لا يمكن أن تتراجع عن قرارتها والحوار الأخير مع الطلبة هو الفرصة الأخيرة لهم وأمامهم من أجل العودة للمدرجات وإلا فهو ينهل من قاموس عبدالطيف الوهبي وزير العدل الذي هدد الطلبة بالطرد لما قال بأنه في أستراليا برزطوهم الموظفين بالإضراب جروا عليهم كاملين وزير العدل ربما بغير يجري على الطلبة ويتفك منهم وينهي الملف لكن في تعليقات المواطنين والمستمعين هذا الصباح كلام ورسائل عميقة جدا ومعبرة تقول إيمان الإصلاح مشي بطونة الإصلاح هو مرحلة مهمة في عمر أي دولة ومجتمع ويحتاج من الوقت الكافي لأجل التداول والنقاش والتقدير وملك البلاد وهو الممثل الأسما للدولة تراجع ويتراجع يقدر ويفكر يطور ويقدم حلولا مجتمعية غير الدستور غير النموذج التنموي غير مدونة الأسرة وصنع قطيعة مع العهد الماضي وأطلق الإنصاف والمصالحة في تقدير وتدبير إيجابي لمرحلة سياسية واجتماعية فارقة في تاريخ المغرب والإصلاح فعلا ماشي بطونة وعلى قول إيمان يزيد محمد من أجادير رقضية الصحراء وتحلات فما بالك بأزمة كليات الطب والصيدلة ملف الصحراء الذي عمر لما يناهز نصف قرن هو على الأقل في طريقه نحو الحل لأن كل الدول العظمى والقوية والأغلبية الصاحقة في المجموعة الدولية وحتى العربية والإفريقية تدعم اليوم مغربية الصحراء والحكمة الذاتية ولم يبقى للجزائر إلا البوليزاريو ولا للبوليزاريو إلا الجزائر والمغرب منذ انطلاق هذا الملف سنة 1975 إلى غاية اليوم غير وقدر وفكر وأتى بحلول متعددة إلى أن وصل إلى مقترح الحكمة الذاتي سنة 2007 واعتبره الحل الأخير أما حكومتنا فضاق صدرها بعد أشهر معدودات وأسابيع قليلة جدا وقال في فبراير الماضي وزير التعليم العالي أغلق الحوار لإبغاء يقرأ يجيء لما أبغاش يبقى في الزنقة غادر الوزير الحكومة وبقي الطلبة في مكانهم والمستقبل معهم معلقة في نهاية المطافة حكومة لا تتواصل بما يكفي مع مأي العام ستبقى وستظل فاشلة في تنزيل كل المشاريع والأوراش ولهذا نلح ونصب دائما على أهمية وضرورة التواصل السياسي والإعلامي مع أمأي العام المغربي لأن من خلاله سيتمكن رئيس الحكومة والوزراء من إقناع أمأي العام والشارع والمعنيين والشركاء الإجتماعيين بأفكارهم ومشاريعهم ولا تلقى الممانعة ربما ونفضة الذي تلقى اليوم تواصلوا يرحمكم الله ختما هذا كريم حضر يحييكم أطيب المنا وإلى المنتقى